السلام عليكم طلابنا العزاء بالمرحلة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية وارحب بكم بمحاضرة جديدة بمادة مهارات الحاسوب رح نكمل بها المحاضرة موضوع الحلقات التكرارية Repetition Loops وننتقل إلى الإعاز الثاني اللي نستعمله في توليد الحلقات التكرارية الإعاز الأول كان الإعاز For و End ويعني درسناه وشفنا أنه عملية تكرار التم عن طريق وضع مصفوفة بعد الإعاز For مصفوفة من أي نوع أرقام نظامية أو أرقام عشوائية ونكتب الشيء اللي ريده يتكرر سطر واحد أو مجموعة الصور أو البرنامج كله وننهي الحلقة التكرارية بالإعاز End اليوم رح نأخذ الإعاز الآخر بالماتلاب اللي يستخدم بالحلقات التكرارية وهو الإعاز Wild Wild Loops الوائل شنو فرقه عن الفور من نسبة الفور إحنا كنا نحدد يعني المبرمج يحدد عدد مرات التكرار بواسط المصفوفة هنانا بالوائل عدد مرات التكرار يكون غير محدد وإنما شيء يكون يكون مقرون بشرط موجود داخل الحلقة التكرارية يعني ما دام هذا الشرط يتم أو يتحقق داخل الحلقة التكرارية تستمر الحلقة التكرارية بالدوران حتى إذا يعني حتى له بدون انتهاء أوكي الشرط من يتحقق تستمر الحلقة من الشرط يعني يتم شو نقول مخالفته أو يتم عدم تحققه البرنامج ينهي الحلقة التكرارية وينتقل إلى الشيء اللي بعده هو هذا الفرق فإذن هنانا بالحلقة اللي تستعمل الوائل راح نربط ما بين الف ستيتمنت اللي هي عبارة شرطية وما بين الحلقات التكرارية فصلك أنه حلقة تكرارية شرطية حلقة تكرارية مقرونة بشرط واضح الصيغة العامة أو المخطط العام للي عاز شوفوها ظاهر أمامكم الشرط حتى يعني نقدر نولده لازم بالبداية طبعا الشرط يكون مربوط بالمتغير أو مصفوفة معينة فإحنا بالبداية هاي المصفوفة أو المتغير لازم أعرفها بالبداية أوكي فهنطي هذا الـ المصفوفة معينة أوكي أوكي اللي راح أسميه n هنطيق initial value بالبداية قبل ما أدخل للحلقة التكرارية كان يكون واحد صفر أو أي شيء معين وعادة أنه ينطيق قيمة عالية ونصير بي نوع من التناقص أوكي أو تقدر تطيق حتى قيمة ناصية وتتحكم يعني شوان نقول بالسق بالسق في الأعلى لهذا المتغير فهنا شو نقول نقول while وتخلي condition يعني بعد الwhile راح أخلي condition ما نخلي مثل for statement نخلي مصفوفة وإنما نخلي condition مثل conditions اللي نستعملها بالf statement يعني x أكبر من 1 x أكبر من 1 أو x أصغر من 1 يعني شرط تكون عادية ومركب المهم هذا الشرط يكون مربوط بالمتغير n يعتمد على المتغير n يعني هل إذا المتغير سميت n مثلا قلت n يساوي 0 فهنا نقول if n أو while n مثلا أكبر من 10 أو أصغر من 10 إذا سميت x مثلا المتغير مثلا x يساوي 0 أقول while x أكبر من 10 أو أصغر من 10 وحسب نوعية الشرط اللي أنا استعمله بالبرنامج نجي بعد عبارة while والشرط شن نخلي نخلي البلوك البرمج اللي يتغير يعني العبارات اللي أنا اللي تت تت تتكرر عفو باستمرار أوكي العبارات اللي تتكرر وننهي الحلقة التكرارية مثل ما سوينا سابقا باليعاز end فالend أيضا رح يرجعك إلى while أوكي يعني يرجع البرنامج إلى المكان اللي المذكور به عبارة while هنا يعني شنو مثلا نقرر بلكم إياها مثلا تخلي نقول x يساوي صفر وتقول while x أقل من 10 ادخل إلى حلقة التكرارية هنا حتى الحلقة التكرارية تنتهي لازم أيضا أكو داخل البلوك البرمجي فشي يغير من المتغير من هذا x أو n فهنا مثلا نحط لنقول x صفر وقول while x أقل من 10 ما دام x أقل من 10 استمر بالحلقة التكرارية لازم أيضا ناكو داخل البلوك فشي زيد x غير يعني مو يبقى x لما لا نهاية أقل من 10 وبالحالة الحلقة التكرارية مرح تنتهي فهو أكيد البرنامج يوصل إلى مرحلة معينة الشرط بعد ما يتحقق ويخرج من الحلقة التكرارية مثلا عندنا عداد داخل هذه الحلقة يزيد قيمة x x زاد 1 فرح العداد كل مرة يزيد 1 فإذا الحلقة التكرارية إذا قال x وقال x أقل من 10 إذا إذا يوصل لل 10 الحلقة ظل الدور فش قد تتكرر تتكرر 10 مرات بس إذا أقلت بالعداد x يساوي x زاد 2 كم مرة الدور الدور مثلا نجوز 5 مرات يعني نقدر بالمثلا بالمثلا نأخذ شيء بسيط حتى نرى كيف يتم الأمر مثلا نقول clear clc وخلي قيمة الابتدائية المتغير اللي يعني يريد ويا يا شباب تسمعوني جيد أقول لنا مثلا x يساوي لي خلي نقول صفر القيمة الابتدائية هس أجي أكتب while while x قلنا أصغر من العشرة يدخل للحلقة end وشوف أن الكيرزر راح يبتعد دلالة على أن تدخلت في حلقة تكرارية هس مثلا أقول x يساوي لي x زائدا 1 وأقول هنا display x وأقول end شوف من أخلي end راح الend هو تنهي للحلقة التكرارية إذن عرفت x يساوي صفر وقد لما دامت x قيمتها أقل من 10 ادخل للحلقة التكرارية هذا دخول الحلقة مربوظ ب شو نقول تحقق هذا الشرط وداخل الحلقة أكف الشي يغير لقيمة 3 عوامل تخليها ببالك أو 3 أمور تخليها ببالك القيمة الابتدائية والشرط والعبارة التي تغير الشرط أوكي 3 يعتمدون على المتغير x زي زي عامل نساها هس نجد نساوي run فنشوف أنه راح يطبع لي الأرقام من 1 إلى 10 أوكي طبعا الأرقام كلها اللي هي من 1 إلى 10 هنا شو قد راح صير فائوليشن أو عدم تحقق الشرط يعني آخر شي شو قد راح صير x يساوي لي يعني هي راح يطب 9 زاد 1 10 يطبع العشرة من صارت 10 وائل شو راح يقول لي وائل x هل هو 10 قل من 10 كلا ما تحقق الشرط فمن 10 ما يطب بعد فيطلع خارج الحلقة التكاري فاخر رقم يدخل به هو 9 يزيد 1 ويطبع أوكي هس العبارة هاي خلي قبل العداد شو راح إذا خليتها مثلا هنا بالبداية قبل الكاونتر قبل هذا العداد هذا يساوي x زاد والكاونتر أوكي شو راح طبعا لي السيد طبعا لي الأرقام من من 0 لل 9 وليس من ال 10 شو إذا إذا ما خلي x يساوي إذا x ما خلي x زاد واحد راح تظل الرقام تطبح للمال نهاية لا الاند لازم تكتبها يعني مو هي الاند اللي تنهي للحلقة التكرارية عدم تحقق الشرط هو الاند اذا ما تكتبها أصلا البرنامج ما يشتغل إذا ما كتبتها يقول لك نقص مو هي الاند اللي تنهي الحلقة التكرارية الاند تحدد لنا التكرار يتم من هو هس يباوع هس أول شي راح يعرف X يساوي صفر يجي سيفحص يقول هل الـ X Y الـ X ما دامت الـ X مات تي قيمتها أقل من عشرة استمر بالحلقة التكرارية فيطب أول مرة بالقيمة صفر يطبع الصفر ويزيد واحد ويرجع من زيد واحد صار واحد يجي سيقار الواحد هل الواحد أقل من العشرة نعم لازال أقل من العشرة طب طب الواحد زيد واحد وهكذا يظل زيد إلى أن يوصل للعشرة من وصل للعشرة يقول هل X أقل من 10 كلا ليست أقل فما راح تحقق الشرط يطلع من الحلقة التكرارية فعدم تحقق هذا الشرط هو اللي يتحكم لي بعدد المرات شوف خلينا الدسبلي قبل الكاونتر راح يتغير أول شي من 1 إلى 10 الطب هس الشرط يصير من الصفر لأن يطبع قبل ما يزيد الواحد فصير من صفر إلى 9 بس هي تبقى التكرار عشرة شوف هس من أقل الارقام لل 9 من الصفر إلى 9 لاحظون اللي يهم 10 أرقام فإذن عبارة الطباعة مجرد تغير عدد مرات التكرار وإنما تغير الشير لين طبع إذا خليت يساوي يتغير العمل أن العشرة ستدخل بالحساب يبدأ طبعها من الصفر لل 10 يصير 10 رقم شوف آخر رقم 9 إذا قل رن يصير آخر رقم 10 نضاف ويا 10 لأن الشرط صار العشرة تنتمي إلى الشرط زين هنا إذا تقدر ش تسوي واحد يقول لي زين إذا يبدأ خمس مرات سرع عملية التكرار يعني مقام تقول ل X و X Z 1 X Z 2 2 5 6 6 أرقام طبع لي 0 2 4 6 8 10 6 أرقام فقط يبشي 2 2 يتحرك 2 2 إذا تقول 3 3 X يساوي X Z 3 3 3 3 3 فيطبع لي 3 رقام فقط يطبع لي 0 أو 4 رقام 0 3 6 9 أوكي لأن التكرار أصبحت بوتيرة أسرع بوتيرة أسرع أوكي فالقصد إنه هنا يعني هو هذا بحد ذاته يجوز ما يتطبق في مسألة معينة بس أنت في بعض الأحيان تحتاج تربط الحرقة تستغني عن وائل يعني وائل بالإمكان أنه تستغني عنه متمر مجبي لا عفوش تستغني عنه بواسطة حلقة حلقة فور وبداخل F statement فور وF statement أوكي يعني نس هذا إذا نحله بالF statement شو نقول ويطيني نفس النتائج هم راح بلا clear CLC أنت شو تدري تطبع الأرقام 0 3 بس تدري هاي العبارة فأنت بالبداية تقدر تقول ل 4 أوكي 4X يساوي لي من 1 إلى العشرة أوكي أسرعت مع 10 رقام بس الوثناء شو تغلي لها F أو وشن نحط لها احنا شو نريد يزداد 3 3 بس أسرعت من الصفر وتحرك 3 إلى 10 مباشرة حتى بدون شرط display X و end أوكي يسا هذا رح نفضلي نفس نتائج شوف أنسا مرت رح تنطبع أوكي سوا clear لأنه كيف تبسع القبل هاي شي اللي clear هات تكرر باعث 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 معه مرتين أول تكرار ما البرنامج الأول 0 369 بعد رجع صفر 369 ما البرنامج الثاني فهذا البرنامج الثاني هو identical مشابه إلى البرنامج الأول هنا لم يحتاج الف statement بس في فضل تحتاجها في تطبيقات أخرى خلي نشوف الأمثلة الموجودة بالمحاضرة ساعد المثال مثال 7 9 write MATLAB program to evaluate the following two functions for values of x from 1 إلى 5 using wild command هو يحددك هنا يقول wild command أكتب برنامجا بلغة MATLAB لإيجاد الدالتين الآتيتين الدالتين لx تربيع أو y تربيع يعني y يساوي x تربيع وz يساوي x 3 وقيم x من 1 إلى 5 ولكن بالاستعانة بال إعاز wild أو مو بالفور أنا هنا حتى نحل مثلا نلاحظ clear clc قيمة الاتدائية أصفرها مثل ما قلنا وعايا x أقل من 5 ما دام x أقل من 5 يعني من 1 إلى 5 أقل أقل عداد حتى يوصل إلى 5 يعني بديت من الصفر أقل يوصل إلى 5 فأقل x يساوي x زائد 1 فهو كان صفر راح يزايد ل 1 يبدي 1 أول قيمة من قيم x أجد دخل هاي أول قيمة بالدالة الولى y يساوي x تربيع ودخل بالدالة الثانية z يساوي x 3 وأطبع x y z وأقول end هنا طبعهم بسور وتماتيكين حولهم إلى جدول لأنه في كل مرة تطبع كلف قيم x y z يطبع السطر الأول بعد السطر الثاني بالتكرار الثاني سطر الثالث بالتكرار الثالث الرابع بالرابع والخامس بالتكرار الخامس هاي هذي نريد نسوي لأ copy ctrl c ونقل المعطلب ونخليه هنا ctrl v هاي 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 نفس الجدول موجود عندي هاي قيم x من 1 إلى 5 وهاي قيم x تربيع الدالة الأولى لأن كلها مربعات العام مودي الأول 1 مربعة واعة 2 4 3 9 وهكذا والثالث هو x 3 2 1 3 1 2 3 8 3 3 27 وهكذا فانفذ لي فحلي بالاستعانة بال while command اوكي من عندها سؤال شباب او نقطة غامضة قبل ما انتقل لها مثال آخر اوكي اي طريقة اخرى من طرق الزلد يتم يعني شون هنا التكرار يتم بطريقة اخرى انه اوان يخلي شرط وخلي فالشي يزيد القيمة الابتدائية الى ان الشرط هذا ما انتم يتحقق اوكي يعني التكرار يتم بطريقة ضمنية او خلي نقول بطريقة غير مباشرة انتقل الى مثال آخر مثال 17 write matlab code اكتب برنامجا بالmatlab to evaluate the following function لاجادة الدالة الاتية for values of x لقيم x التي تبدأ من الواحد at a step of unity يعني الخطوة مات unity يعني واحد يعني يمشي واحد واحد the program should stop evaluating the function y when its value exceeds 20 use while loop هنا نبقى التكرار شوف هنا تبرز فائدة ال while loop يقول لك انت دخل قيم للx تبدأ من الواحد زين وحسب قيمة ال y ايش وقت تتوقف تتوقف مو اعتبادا على قيمة ال x على قيمة ال y لما ال y قيمتها تعبر exceeds 20 exceeds 20 تعبر ال 20 لا كتوقف فاش وقت ال y تعبر قيمتها 20 يعني ما عرف ش وقت تعبر 20 نجوز لما ال x يساوي 4 العفو لما ال x يساوي 6 يعني نابر run تلاحظوا انه بالخمسة يلا قيمة ال y تجاوزت العشرين فالمقارنة هنا للشرط وين دين بني دين بني على ال y ومو على ال x تلاحظون شون فعندت مرات التكرار كم مرة خمس مرات التكرار لانه هاي الخمس مرات التكرار هي التي جعلت قيمة ال y تتجاوز ال 21 ال 20 وصي ال 21 اوكي فهنا يفيد الشرط انه هاي التكرار ما اقدر عرفها مسبقا احسب يلا عرفها فاخلي الشرط ماتي هو اللي يحدد لي عدد مرات التكرار ماضح شباب فهنا راح اقول له clear clc راح اقول له x يساوي صفر y يساوينا صفر شوف يعني هذا ال x هو العداد وال y هو اصفر لانه الشرط يعتمد عليه المقارنة ماتي او دوام واستبرارية الحلقة التكرارية بالععاز y وليس ال x راح اقول له y لو y اصغر او تساوي 20 ادخل لي باللوب باللوب راح اغير شغلتين ازايد ال x لانه دا تحرك واحد واحد كثير بادي يقول له بالسؤال وال y هو راح احسبه اوتوماتيكيا فاذا شوفين هنا ممثل المثال السابق المثال السابق كان العداد هو اللي يغير ال x وكان هنا اكو x ورا ال y هنا ورا ال y لك y وال y اللي يدي غيرها مو عداد وانه ما دال له function لعظ شون فيجي يحسب ال y ويطبع end هنا طبعا ما يلتاج تخلي شرط انه هل ال y وصلت 20 لانه الشرط وين موجود هو موجود ضمن الحلقة التكرارية فحسب ال y فيجي في حصر هل ال y لا زال قيمته جوه العشرين نعم لا زال جوه العشرين فقط لي بالحلقة فكل مرة يدخل بالحلقة ويحسبها من تجاوز قيمته العشرين ويجي قارن فالشرط بعد ما يتحقق ينهي الحلقة التكرارية وينهي البرنامج ايضا واضح شباب تسمعوني فانسا نجي هذا نجي ايضا نفذ بال بالماتلاب حتى تشوفون شواني طلعتكم نجي نفذ بال بالماتلاب ننقل ننقل ctrl c وننقل الى الماتلاب تجد تفتح لاني برنامج جديد ctrl v ايضا ايضا سوف نقل run نحن نقل سوف نقل run جديد يريد اسم جديد للبرنامج سوف نسمي untitled 2 ونقل ونقل no نسمي loop نسمينا loop لمحاضرة السابقة loop underscore 11 enter فيجي اطبع لنتاج البرنامج هاي قيم الاكس وهاي قيم الواي شوك توقف الاكس لما الواي اصبحت 21 هذا الشرط ما تحقق عندي فبالتالي تنتي الحلقة التقرارية بعد خمس مرات من التقرار يعني واحد مين ثلاثة اربعة وخمسة خمس تقرارات الله شباب انتقل لها مثال اخر مثال 17 write MATLAB program to generate a matrix of five elements اكتب برنامجا لتوليد مصفوفة من خمس عناصر make the program display the matrix at each number added using while loop هنا شيري المصفوفة يريدها من خبس عناصر بس هاي المصفوفة تتكون شنو بالتدريج يعني من يكون بياه عنصر واحد يطبع البرنامج من يصر بياه عنصرين همي طبعا من يصر بياه ثلاث عناصر يطبعا فيطبع مراحل تكون المصفوفة فبالنتيج اشرا يصر عندي براني صر عندي في الشكل مثل المثلث اللي ظهر هذا أمامكم وكي اللي هو مراحل يعني تراكم الأرقام بالمصفوفة وكي هاي العملية بيش نريدها عن طريق رعاز while فنجي clear clc n يساوي صفر هنا شو رح أقول لها 5 elements فهنا 5 elements يعني الصفر وياه 4 فالصرخة بصعب عندي عمليات تكرار فاشا أقول له while n أصغر أو يساوي 4 أوكي إذا تقول له أصغر أو يساوي 5 لازم تبتدي من 1 أوكي فلو تبدي من 1 وتخلي هذه 5 لو بتبدي من الصفر وتخلي 4 حتى تضمن عدوث التكرار 5 مرات أوكي أصغر 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 6 مرات أصغر أصغر المساواة أصغر أن يطلق نفس النتيجة أوكي فقد تكون طرق تقدر تتحكم بها بعدد مرات تكرار أجي الآن أزيد 1 1 حتى أضمن أنه خمس مرات تصير تكرار وأجي الدال لمات على شكل مصفوف سأسمي أي للأن حتى ما تنحذف قلنا دائما المصفوف من المتغير متل لغي أخصص لها متغير أوكي فأقول أي للأن نفس هو الأن اللي أغير بي الو يساوي لثلاثة أوس أن ثلاثة أوس أن فدال يعني عشوائية حتى مجرد تولد لخمس أرقام وبعد يقول display A فهو باللي أطبع A كل ما يزداد بها رقم رح يطبعها كلها يعني أول شي من يكون بها رقم واحد يطبع رقم واحد من صار رقمين يطبع رقمين من صار ثلاث رقم يطبع ثلاث تفضل ثلاثة واربعين نعم لا هو هو اي لا هو يقول لك بالسؤال يقول لك ولد لي مصفوفة من يعني بأين مطمن الأرقام ما قل لك وما حدد لك تجن ريت اما تكس 5 elements اي 5 elements فأنت بكيف فكاني حطيتها ساعة دالة تقدر تخلي غير دالة أوكي فهاي دالة تطبع هاي الرقام إذا تخلي مثلا الدالة نقول N تربيع تطيقر الرقام N زاد واحد على N ناقص واحد تطيقر الرقام وكاني خليت هاي الدالة افتراضية حتى تولد للرقام أوكي هاي نقل الى الماتلاب شوف شي صير ctrl c وافتح له هذا جديد أقول ctrl v أقول run ونطي اسم أقول loop underscore 16 فرح تتولد الارقام اللي على command window هاي الدالة إذا غيرتها مثلا تلافئ N زائد 1 خلي نقول على N وث 2 أوكي غيرت الدالة هاي سويت الدالة أخرى وخلي هاي بين أقواس حتى كلها آآ 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 خلي قول دالة أخرى فسار الرقام رح تختلف نقول run شوف صار دير الرقام صار الرقام شبيرة بعد قام تمت كافي سويت هاي شي وأب سويت run أيضا ولدت نفس الرقام بصيغة كسور أوكي لأن الدالة اختلف مات فنوعية الدالة هي تحدد لك المهم يعني في أول تكرار يولد لي رقم ثاني تكرار رقمين يولد لي المصوفة إلى أن تكتمل في كل مرحلة من مرحلة اكتمالها يطبعها طبعها مرحلية رجح إلى الشكل الأصلي مالت اللي كانت تلاف أوس إن السهم رح أقول لها run فيولد الأرقام اللي ظهرت سابقا بالمحاضرة أوكي ورح طلاب ننتقل للمثال سبعة ثم عشر بالأمثلة يعني كل ما تمر عليك أمثلة رح تفهم شنو فائدة الليعازات وشون يصير الأمر هذه أمثلة حولها لنوعكم بالأفكار write MATLAB program مثال سبعة ثم عشر to find how many marks that are greater than or equal تسعين out of ten arbitrary marks use y command هنا عندك 10 أرقام عشوائية لنقول تمثل مثلا درجاء الطالب أوكي شي يقول لك هو بالسؤال يقول لك كم عدد الأرقام اللي فوق التسعين تساوي أو أكثر من التسعين كم عدد المواد الدراسية اللي طالب ما خذ تسعين فما فوق أوكي يريدك تحسب لها مسك عدد أوكي ويريد من عندك نعم هسا مو على 17 18 كل الطلاب يجلو بس بس حضرتك انتظر شوية يجوز على قولة صاحبك بطي النت بقيت الطلاب واضح قدامكم المثال 7 12 ظاهر جيد أوكي فنجي هنا يعني عن طريق الوائل كماند يريد تحسب هاي التكرارات فنجي بالبداية ندخل الارقام العشوائية رح سمية score درجات دخلت عشر ارقام عشوائية بيها جو ال90 ويها فوق ال90 نجي هسا اصفر عندي عدد احتاج اصفر واحد لكاونتر سي وصفر واحد للن اللي هو المتغير الاستعمال ويها الوائل اوكي فنجي اقول الوائل الان ما دام الان اصغر من length بالscore ادخلي بالبداية شو فاهم وسائل التكرار انه ما دام الان اقل من length للscore length للscore شنو length هو دال تحسب لي عدد عناصر اي مصبوفة وحادية البعد فهنا يا عناصر دا يحسباني عناصر اليوم اشقد عشرة فكان اقول الوائل الان اقل من عشرة شوف هاي وسيلة غير مباشرة بس وصلت بها الى عشرة مرات تكرار اجي اقول الان يساوي ان زاد واحد حتى يوصل للعشرة اذا ما اقول ايش رح يستمر لما لا نهاية اشتغل البرنامج هس اجي رح اضيف الوائل if statement شوف اقدر ازاوج ما بين الوائل والif if scores للان الان مثل من هذا واحد اذا هذا scores واحد من الان الاثنين يصير scores اثنين ثاني رقم وهكذا فهن لأول تكرار scores 1 يعني الرقم الاول من scores 74 هلا 74 اكبر او 90 كلا اذا ما رح يطوب ويحسب لي زيد c c هذا هو عداد الارقام اللي 90 فما فوق فشو وقت يدغل على هذا البلوك الكل داخلي او الif statement فقط من يلقي رقم اكبر وساوى 90 فاذن هذا الان تنهي الif والان الاخرى تنهي الwire بالنتيجة سيجي يطبع بعدين ورا هاي العملية استعمال ل as f print فقول if there are هلغت ماركس اكبر من 99 الهلغت هذا شنو هو c عفوا فالصيقة الطبعية للc ببادة هو ببادة تجاوز العشر الرقام فهنا خليت رقم واحد بدون فارزة عدد الرقام لا يحتاج لفارزة لا يوجد عندي خمس رقام ونص رقام فما يحتاج فارزة لعدد الرقام فخلي الصفر بعد الفارزة صفر فارزة نجهز وطبعا في هذا المثال اللي نتساوي راح أقول لك ذرار فور ماكس أكبر أو يساوي 90 شوف السائل أكبر أو يساوي كتبته هنا ظهرت على الشاشة أكبر أو يساوي لقواس الدائرية اللي تحيط الرقم تحيط صيغة الطباعة ظهرت بس صيغة الطباعة من تأخذ الفاليو مالتها من الصيغة c فالc إذن هو شنو هو أربعة أوكي c هو أربعة قيمة والذرار أيضا كتبت كل شيء تكتب صيغة الطباعة وترجم مباشرة على الشاشة هسا نجي نقل الماثلاب للسؤال سوي ل c ctrl c ونروح للماثلاب تحلى خانة جديدة ctrl v هاني 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 تقدر الشي له هاي من الرن هسا نجي نسوي لرن للبرنامج ونشوف شي صيغ عندنا نقل 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 clc نقل نقل هاسمي loop 16 enter وراح تبعلي العبارة يقول لي there are four marks that is أكبر أو يساوي 90 إذا غيرت الرقام ضفت من عندي مثلا غير نقل 82 سويت 92 85 95 95 كيف رقم صار فوق 90 صار 6 أكبر من 90 شوف هذا فس 4 بس برن الجديد سويت 6 there are six marks أكبر أو يساوي 90 أوكي فكل ما تغير عدد الرقام يتغير عندك الأكبر 90 تغير نتيجة البرنامج فهذا إذن حسب لي عدد الأرقام مطبع إياها الاستعانة بال print f statement هذا الرجعة 82 وهذا الرجعة 85 ما ضغط لاب أكسوال نزل نجي على مثال رقم 13 write my lab program to evaluate the natural logarithm رجع على logarithm الطبيعية and the logarithm to base 10 or logarithm 10 for any input value of x شوف the program should accept only positive numbers limiting the user to 3 tries to enter the correct value هنا شو نوع على السؤال يقول لك اكتب برنامج لحساب اللغارت والطبيعي هنا هو مدير التكرار التكرار وين دور يكون بعملية يعني عدد مرات اللي المستخدم إلى حق يدخل القيمة الصحيحة يعني شو نسأ مثلا بالموبايلات من الموبايل للقفل وبين كود فيطيق خمس برات إذا بها خمس برات ما دخلت البين كود بطريقة صحيحة هو رح يقفل وبعد ما ينفتح التلف فنفس الشيء هنا البرنامج رح تطيق للمستخدم 3 محاولات لإدخال القيمة الصحيحة شنو قيمة صحيحة التي ممكن ينحسب للقيمة السالبة ولا للقيم الصفر فمن الدخل صفر ما يقبل دخل القيمة السالبة ما يقبل فهنا من ما يقبل يقول لك لا دخل للقيمة الصحيحة هنا البرنامج يوقف وتدخل القيمة الصحيحة لا هو رح يدخلك بحلقة تكرارية من 3 محاولات هنا 3 محاولات إذا دخلت القيمة المضبوطة الموجبة يحسب اللغارات من أول مرة بدون تكرار وينهي البرنامج بس إذا غلطت بالبرنا الأولى يطيك chance ثاني هو يرجعك بالحلقة التكرارية بالchance الثاني إذا ما تلقي مصاح يطيك chance الثالث إذا ما تلقي البرنامج ينهي فينطيك 3 محاولات فخلي شوف هاي شون التم بالاستعانة بالwhile statement فأعرف في البداية المتغير while clear CLC ن يساوي صفر راح أقول لها while n أصغر من 3 ما دام من 3 دخلي قيمة x شوف ال n بالتكرار بس ال x هو المتغير اللي حسب له اللغارة من الطبيعي فx يساوي input enter x هسا غير لأن حتى يظهر البرنامج لما لا نهاية انتهي يعني يشتغل هسا أقول ل fx أكبر من صفر كان بها يحسب اللغارة من الطبيعي لل x واللغارة من الأساس عشرة لل x هاي وين لما يكون x أكبر من صفر ويجي يدخلهم بها المصفوفة ويجي يطبعهم هاي الطبيعي النظامي اللطيفة هنا أنا بالطبيع طبعا يأخذ ثلاث مرات بعد الفارزة بل fprint statement هنا أنا أخلي اللي عايز هذا هو يطلع من الحلقة التكرارية وينهيها توقف يعني مفاجئ ما راح يتبت على الشرط لأن أنت من المحاولة اللي أدخلت قيمة موجبة بعد ما أكو داعي يروح للمحاولة الثانية فإذا ما يدخل الbreak يطيق شاص ثاني وما يدخل البرنامج أنت تدخل قيمة صحيحة أو خطأ أو كي فاتخلي الbreak بالمكان اللي يتم بحساب اللغة فإذا ما أكو داعي أدخل رقم أو أنطي محاولات إضافية للمستخدم هالسنان إذا كانت الـ x أكبر من صفر يدخل ويحسب اللغة من الطبيعي واللغة من الأساس عشرة إذا لا ينهي مباشرة أوكي يرجع طب مرة ثانية ببلوك آخر طبعا تدخليه بنفس البلوك fx أصغر أو يساوي صفر شو تطبع عندك display invalid retry أطبع لهاي عبارة اللي هي retry وأكمل تقدر تدخلي شرط آخر if n يساوي ثلاثة أوكي فيقول لك your tries expires انتهت محاولاتك لما الـ n يساوي ثلاثة ويطلع مباشرة وبالثلاثة كده رح يطلع فما ما خلينا فدي عاز يعني break أو شي آخر فهذا نجي نساوي لـ run ساوي لعمل نسخ أو دقيقة بلا خلينا نشوف شون نسخ محاولة نسخ كنترول سي وانتقل للماتلاب نفتح له لوح جديد كنترول V شوف هسا البرنامج صار بشوي بيقول نجي ننفذ نطيق اسم loop loop underscore ومصر ترقيم 14 يجي سيقولك enter هذا دخل بالبداية قيمة غلط مثلا صفر شوف يستمر يقولك invalid retry هل تطابعها دخل لقيمة اخرى هي ناقص واحد هم يقولك invalid retry هسا دخل لقيمة او دخل لها قيمة غلط صفر ما يحسب كل شي وينهي هسا ينهالك loop بشي يقولك your tries expires انتهت محاولاتك هسا رح سوي ران آخر هر رأس نطيق قيمة مجب مباشرة رقم اربعة فمباشرة رح نطبع لي قيم ال x وال y وال z يعني لما تكون ال x اربعة لو غارثم الطبيعة واحد وك 136 ولو غارثم ال 10 0.602 فس اذا نفذ مرة ثانية نحاول الثانية محاول الاولى مثلا رقم سالب ناقص 8 بل لك حاول بالمرة الثانية نطي رقم صاح حطي 8 في يطبع يحسب لك اللغة طبيعة شوف ومرت هنا حسب فهنا أنا بمرت حسب بالمثال التطبيق القبل مرة واحدة وابل اول مرة طبقنا ثلاث مرات استنفذ المحاولات فهنا أنا وسيلة التكرار الفائدة منها لغرض شنو لغرض يعني اطاء شو نقول chance او محاولات اضافية لمستخدم البرنامج نشوف هذا عندكم ران ايضا استنشار لطيكم هذا كل بمحاضرة اعتقد هذا المثال الاخير مثال 14 وعند مثال 15 يلا ندخل ال Power Series يلا خلي نكمل هاي المثلة حتى المحاضرة الجاية ندخل ال Power Series نجي المثال 7 14 رأيت MATLAB program to generate and print product table جدول ضرب هنا نشيري جدول ضرب product table هذا 2 dimensional matrix كبصوفة وحادية البعد هنا يدي منك جدول ضرب هذا جدول اللي تذكرون اللي يشار يطبعوه في ظهر الدفاتر اللي على شكل مربع من الأرقام وبي 10 في 10 يعني 10 سطور و10 عمدة وتقاطع السطر والعام وده يطبعوه حاصل ضرب الرقم المعني هو هذا جدول الضرب راح نولد بال MATLAB شير 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 مودي فايد المصوفة مرتين التعديل الأول بالتحوير الأول أي عنصر موجة يعني even لوزوجي سوي صفر جدول الضرب يعني الاثنين الاربعة الستة الاثوانية العشرة كلها سويها صفارة التحوير الآخر the second modification to replace any odd number with zero print the three tables إذن هنا يلي تطبع جدول الضرب بالمرة الأولى التحوير الثاني إنه تطبع الجدول الضرب بس الأرقام موجة مصفارة والتحوير الآخر إنه تبقي المفردة هذا بالحالة الثانية تبقي الفردية عفو الأرقام الفردية وبالتحوير الثاني تبقي زوجي وصفر الأرقام الفردية نجي هذا طريقة حل المثال clear clc z يساوي ونز 10 إنه من أقول ونز 10 الونز رح ولد لي أو يعجز ذاكرة نصفوف 10 في 10 من الأحادات أو من أرقام الواحد يعجزها في ذاكرة الحاسبة سأشرح أقول 4x يساوي 1 إلى 10 4y يساوي 1 إلى 10 شاستعملت هنا نستعملنا nestings نستعملنا while command أوكي هسا شنو جدول الضرب z هو متغير ناتج جدول الضرب هو عبارة عن x y نسد الاند الأولى والاند الثانية فهنا جدول الضرب كله يتنفذ بهذه العبارة البسيطة البقية شغلات مضافة للبرنامج اللي هي المودفكيشن اللي يصير ناس راح أجي راح أقول لها W يساوي لZ و Discipline Z طبعة الجدول اللي يتولد وطبعة بسطر فهر منجل ساعة التحوير الأول اللي أصفر به الأرقام الزوجية هم راح أساوي Nesting Loops حلقات من الداخل For I يساوي من واحد للعشرة وJ من واحد للعشرة شون أكتشف العدد الزوجي عبارة بربجية If Round Round دالت التقريب Z بال I J يعني هذا I J هو يتحرك بالأسطر والأعمدة يعني I لا راح تثبت والJ هي اللي تتحرك أسرع فالI تبقى واحد والJ من واحد إلى عشرة فواحد واحد واحد ثنين واحد ثلاثة واحد أربعة إلى واحد عشرة فليتحرك عبر الأسطر يمشي نهاية السطر من إخلص السطر ينزل على السطر الجوه شي يساوي كل رقم من ذول الرقم اللي بالسطر الأول ما جد والضرب يأخذ رقم رقم يقسم على اثنين إذا الرقم فردي فما يقسم على اثنين إلا عف إذا رقم زوجي يقسم على اثنين يبقى بيباقي بس هذا الباقي راح ينح بالراوند بس إذا ما خلي الراوند يبقى الباقي بينما إذا كان رقم بهالمعادلة يساوي الطرف العيسر ف من куда يكون الطرف aciones يساوي الطرف العيسر معناها هذا الرقم هو الرقم زوجي لأنه تتم في القسم على اثنين بدون باقي يعني مثلا رقم أربعة والطرف الأيمن أربعة على اثنين اثنين والطرف العيسر أربعة على اثنين هم اثنين الراوند ما تبقى ثنين فاثنين نساوي 2 إذن هو رقم زوجي تحقق ففو تصفرك بس من أكو عندي رقم فردي مثلا رقم 5 طرف الأيمن 5 على 2 2 ونص الأيسر 5 على 2 ونص صير راوند شص تبقى يبقى بس 2 أوكي أو 3 قربها جزل 3 راوند والضبط فال3 أكيد نساوي لل2 ونص فإذن هذا الرقم رقم فردي فما راح يدخل إلى هذا البلوك للعبارة الداخلية ويصفر أوكي فهي عبارة بجرد استعمالية لعمليات تصفير الرقم الزوجية نفس التكرار هذا فضيفة العمليات الفردية شون يعني هذا هو نفسه عدد طباعتها بس غيرت هنا هنا يساوي إذا أريد رقم فردي أنا أقول له لا يساوي يعني إش وقت ما يساوي فقط بالحالة الأرقام الفردية ففي مكان إشارة المساواة خليت إشارة اللامساواة ونفذتها فينطبع البرنامج هسأشوف السعادة إذا تنفذه برنامج يطيق الشيء اللي أنت تريده كونترول سي ونقل المعات لاب بقول له كونترول في أوكي بس راح ساوي لرن كونترول لوب إندر سكور منسطعش أنتر فهو لإبطل من جدول الضروب طبعا الشاشة لا hi tkf وجدوى الضروب الأصلي والصفحة الأول شيء بالبداية تلاحظون هذا وجدوى الضروب يعني مثلا 7 في 7 تقاطعهم 49 4 في 3 تقاطعهم 12 10 في 10 تقاطعهم 100 فهذا هو جدوى الضروب الكامل الآن الثالثة سوفرنا القابل الزوجية شاك ورقم زوجي صفارة يعني 2 وصفرها 3 بقاها 4 صفرها 6 الثمانية 10 10 هذا السطر الأول السطر الثاني صفر 2 و4 و6 و8 أربعةهم صفرهم كل الأرقام بالسطر الثاني صفرها لأنه هي أساسا أرقام زوجينا مضروبة في 2 لدولة 2 يعني وهكذا حالة الثالثة الأرقام الفردية اللي راح يصفرها أوكي كل رقم فردي بتشوف هذا الجدول يحتوي الأخير يحتوي فقط على أرقام زوجية ما تقدر تتقرأ على كيفك وتنرفذه بالحاسبة حتى شوف شون يشتغل عندك قد نبقى المثال الأخير بهذا الفصل اللي هو المثال 7-15 write دالة هي هاي اللي يساوي 2x زادة لين x زاد واحد المدخلات مالتها القيم من x مأخوذة من المصوفة اللي تحتها اللي هي المصوفة ثناية البعد فهناها لازم تتحرك تعالى على أصل المصوفة تأخذ يعني أسطر أو أعمدة في كل مرة تأخذ عصر وتدخلها لها ليس لنهود يريد باللوب يريد يعني باللوب تحل السؤال هني اجي clear clc y ساي ونز ثلاثة أربعة بعدين أجي x ساي ونز ثلاثة أربعة زيان في اللي هي واحدات في قيم المصوفة اوكي تكتبها المصوفة مثل ما هي بس تخليها نقاط الثلاثة فكونا من ثلاثة أسطر وأربعة أمدة أجي أسا 4i يساوينا واحد الكلاثة 4j واحد الأربعة شوف من ثلاثة الأربعة هنا لدي يتحرك الكلاثة عدد الأسطر والأربعة عدد الأعمدة لدي يتحرك وفقيا هنا في يقرأ y المعني y i j يساوينا sin 2 في x زائد لغارة من x i j زائد 1 هني يجي يطبع طبعا لماذا خلت واحدة واستعملت الوينز حتى هنا أنا تعرف المصفوفة ونطية قيمة ابتدائية حتى يكون البرنامج أسرع وأكفئ أسرع وأكفئ هني إن شاء الله نشوف شوان يطبع البرنامج هذا أعتقد آخر مثال هين عمور الفور سيريز هني نجي بس نسوي لها copy paste نسوي لها copy paste ctrl c ونقلها للماتلب افتعل pain جديد ctrl v سأحصل نفذ البرنامج ونقل run بعدين نطيق loop underscore وصلنا الرمز 16 1 6 وطبع هاي قيم ال x وهي قيم ال y كل y مناظر ال x مات يعني هاي هي قيم y y point 34 18 هي y لما تكون ال x 2 جوها قيمة y 1 point 1 0 6 9 هي قيمة y لما تكون ال x 3 هاي قيمة y 3 30 0 8 ما ما أخذ من x اللي ناظر ها يعني هذا x بالزاوية اللي هو 10 الطبق 10 به الدالة تنطيق y 3 و 30 point 8 وهكذا هاي عند 12 قيمة من x ولدت لي 12 قيمة من y اك سؤال شباب على هذا المثال اذا ما تكون سؤال ننهي محاضرات لهذا اليوم وننتقيكم محاضرة مقبلة شكرا لأصغركم شكرا لأصغركم شكرا